موضوع ان الدكتور محمود سعد بيساند المنتخب أو بيساند الاندية والكلام ده ممكن يكون بيساند الشاطئة اكتر احنا دكتور محمود سعد احنا كنا رايحين بطولة افريكا وهو مشرف على المنتخبات احنا مشوفناه اوش رايحين كاس عالم جلنا قبل من سافر ماتشاط ودية على معتقد او قبل من سافر كاس العالم بكم يوم يعني جاء سيدوب كان فيه ربطة الاندية ناس مدربين الاندية كانوا جايين يعني يوقفوا جنب المنتخب ويساندوا المنتخب هو كان موجود معه غير كده مشوفناش الكابتن محمود سعد ممكن يكون هو ساعدنا ان احنا عملنا ماتشاط ودية انما احنا مشوفناهوش ده اللي انا عرفه حتى كمان يعني المفروض ان انت ما حدش جاء الدكتور محمود سعد ان انت المفروض مرشف على المنتخبات تيجي تقابل المنتخب على اقل ما فيها يعني تيجي تقابل المنتخب مش بنقول ان انت مش محتاجين منك اي حاجة غير ان انت تساند المنتخب يعني حتى لو حاجة معنوية يعني بس ده حاجة تاني حاجة موضوع بقى الاندية طبعا انت شايف ان مفيش غير نادي مصر المقصة هو اللي بيصرف على اللابة وحاليا دلوقتي اعتبر نادي البنك الاهلي بقية الاندية يعني زيقولوا كده اللي هي مشاركة مش اكتر يعني مفيش عقود مفيش حاجة يعني اللعيب الخماسي دخله يعني بسيط جدا فيه ناس ما تاخدش غير مرتب ممكن حاجة يعني لا تذكر يعني 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 كأنك راح تلعب مع صحابك مش اكتر يعني بس فاولنا ما زي منقول كده اللي بلاو الاتحاد ادى دعم الاندية او اكبر الاندية فيه ناس ممكن مش هنقول اكبر ان انت تدي لهم مثلا دعم او تدي له حافز ان هو يدخل او يشارك في دور الصلاة هيبقى ديه طبعا بالنسبة لنا تبقى احسن يعني لو اهل والزمالك اشترك وقدت له وصرفته مثلا دعم كل سنة ان هو يصرف على اللابة حتى لو هو بعد كده يصرف من خنزينة النادي يبقى دي له مثلا لو هو مثلا كسبت الدورة هتاخد مبلغ كذا وتاخد حافز كذا وتكسب تاخد كذا يبقى فيه حاجة لو فيه مثلا احنا لو احنا برضو زي اسيا فيه بطولة افريقيا الاندية ماردو الاهل ويبقى فيها برضو وحافز ان انت تخلي الاندية الاهل والزمالك يدخلها نعم احنا ما عندناش الكلام ده طبعا ففيه موظم الاندية نترباش تدخل عشان كده